هناك خمسة أشياء تحول الفكرة إلى إيدولوجيا أولاً ماذا نقصب بالإيدولوجيا؟ الإيدولوجيا هي مجموعة أفكار متماسكة ومتراصة بتفصل الماضي وتتعامل مع الحاضر ولها رؤية المستقبل بهدف افتكاك القوة أو السلطة لفكرة الإيدولوجيا فما الذي يجعل الفكرة تتحول إلى إيدولوجيا؟ قالوا أن الفكرة بتبدأ في رحلتها تتحول إلى إيدولوجيا عبر خمس محطات مهمة المحطة الأولى أن يكون هناك متحدث رسمي بهذه الفكرة الأفكار على قراءة الطريق الأفكار كثيرة الأفكار متناثرة لكن كلما توفر للفكرة مناطق رسمي أو حامل رسمي لحزب أو جماعة ثقافية بتكون كونة أول محطتها في الاتجاه نحو التحول إلى إيدولوجيا المحطة الثانية أن تمتلك هذه الفكرة رؤية للعالم يعني فكرة من الأفكار بطارة مثل الفكرة الشيوعية أن الأزمة في الطبقة البرجوازية والحل في اتحاد البروترية حتى نصل إلى مرحلة المشاعر فإذن الفكرة اللي عندها ناطق رسمي وعندها رؤية للعالم بتكون قطعت محطتين أو خطوطين نحو التحول إلى إيدولوجيا المحطة الثالثة أن يكون لهذه الفكرة نظام قيم يعني هناك قيم متبناء قدم مثلا قيم التعاون قيم الشراكة قيم المشاركة مثلا الإسلام كقيمة كبرى جاء مثلا بالرحمة فلو تبنتها مجموعة من المجموعات كنظام قيم حاكم لها بتكون الفكرة وصلت إلى المحطة الثالثة في تحول الفكرة إلى إيدولوجيا المحطة الرابعة أن يكون لهذه الفكرة رمز يعني نقص بالرمز غير المتحدث الرسمي يعني مثلا يعمل العالم التحدو كان شعار وكان رمز مكتوب للشيوعية الصليب المعقوف كان رمز للنازية بيقولوا أن المسلمين اللون الأخضر كان رمز للمسلمين النقطة الخمسة عشان الفكرة تكون اكتملت أركان تحولها إلى إيدولوجيا أن تمتلك رؤية للتغيير يعني هي بتعالج الماضي والحاضر وشايف المستقبل الزي وكيف تصل إليه الفكرة الشيوعية قالت أن لو اتحدى البروتاريا والعمال هيحتلوا العالم ويحرروا العالم من الاستغلال المسلمين عندهم الفكرة الكبيرة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الناس وقالوا لا إله إلا الله هيسقطوا كل الأفكار الموجودة الأخرى الباطلة فإذا تحول الفكرة إلى إيدولوجيا بمر خمس محطات وجود رمز وجود رؤية للعالم وجود نظام قيم وجود رؤية للتغيير وجود شعار لهذه الفكرة إذا فكرة مرت بخمس أشياء تحولت إلى إيدولوجيا قادرة على الحجد فليس البطولة في وجود الفكرة ولكن في إقناع البشر بالفكرة